انتهاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية لا تنسوا الاشتراك في قناة خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد الأمر الثاني لأنه من التشبه الصريح بغير المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجاناتهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة حشر معهم يوم القيامة وهذا رواه البيهقي في السنن الكبير وصححه شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ولنا عودة لهذا الكتاب فإنه من أجل الكتب التي ناقشت تشبه المسلمين بغيرهم وبين في ذلك رحمه الله تعالى حكم ذلك بتفصيل لا مزيد عليه ولم يسبق إليه ولم يأتي بعده من ناقش الموضوع كمناقشته إياه رحمة الله عليه رحمة واسعة وقال الذهبي رحمه الله تعالى فإن قال قائل وهذا أيضا من الشبه التي يعترض بها المعترض فإن قال قائل أنا لا أقصد التشبه به الآن حينما ننهى المسلمين عن مشاركة النصارى في أعيادهم وفي احتفالاتهم يقولون نحن لا نتشبه بهم أنا لا أقصد التشبه بهم فيقال له نفس الموافقة والمشاركة في أعيادهم ومواسمهم حرام يعني مجرد الموافقة والمشاركة لهم في أعيادهم وفي مواسمهم هو محرم لذاته بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقت الشروق ووقت الغروب طيب لماذا نهى عن ذلك وقال إنها تطلع بين قرني شيطان وهذا أمر غيبي لا يمكن أن يعلمه أحد إلا من قبيل السمع إذا جاء النقل الصحيح فإننا نعلم ذلك لأنه من الأمور الغيبية الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي المسلم في هذه الأوقات وعلّل ذلك بأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار حينئذ يعني في هذه الأوقات يسجد الكفار للشمس يسجد الكفار للشمس طبعا المصلي وهذا الكلام للذهبي والمصلي لا يقصد ذلك لاش كأن المصلي من المسلمين لا يقصد السجود إلا لله عز وجل المصلي لا يقصد ذلك إذ لو قصده كفر لو أن أحدا من المسلمين قصد السجود لمخلوق من مخلوقات الله سواء كان شمسا أو قمرا أو كوكبا أو شجرا أو حجرا فإنه يكفر بذلك لا شك في هذا الأمر لكن نفس الموافقة والمشاركة لهم في ذلك حرق إذن نفس الموافقة للكفار حينما يسجدون للشمس في هذه الأوقات فإن المسلم منهي عن موافقتهم في ذلك وإن كان يقصد بسجوده السجود لله عز وجل ومن هنا نعلم خطورة المشاركة للكفار في أعياده إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية لا تنسوا الاشتراك في قناة خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر